هل وصلت إلى مرحلة تحباط في هذا الجانب؟ هل تشعر أنه لا يوجد إدراك بخطورة العمل المائي من الوزارات المعنية؟ بداية أشكرك على الاستضافة شكرا لك أنا صحيح وصلت مرحلة أني أكتب لنفسي ليس لأن الآخرين لا يعملون لكنهم يطحنون ولا نرطحين وبالتالي كل المؤشرات القائمة والتي كانت وما زالت وهي تتضاعب مؤشرات توحي بأننا في طريقنا إلى تعطيش الأجيال القادمة المملكة من أفقر عشر دول عالميا في مصادر المياه المملكة في أو الجهات المسؤولة لديها مشكلتين تضارب المصالح وأيضا تعارض الأهداف هذه واضحة جدا وجلية الوزارة تقول ما لا تفعل وهناك تناقض غير مبرر وبالتالي كل ما يجري الآن هو ضد المستقبل وضد وجودنا في هذه الأرض كيف هذا الشيء دكتور وكيف تتضارب المصالح وتتناقل في الوقت اللي بضرب لكم مثالين في عام 1995 كان القمح والشعير والأعلاف تستهلك سبع عشر مليار متر مكعب سنويا سبع عشر مليار ثم جاء من ينادي بإيقاف الدعم عن القمح وبالفعل تم إيقاف القمح ثم نجد الآن بعد كل هذه السنين أن الأعلاف وحدها تستهلك سبع عشر مليار هذا تناقض إن تناديت بإيقاف القمح من أجل ترشيد الماء ثم نفاجأ أن الاستنزاف الماء يزيد ليس هذا فقط ولكن أيضا الزيادة مستمرة سنويا الآن نستنزف أكثر من ثلاثين مليار متر مكعب سنويا من جهف الأرض وهذه مياه هي ليس إحنا لم نرث الأرض هذه مياه الأجيال القادمة عندما يصرح معالي وزير المياه وزير البيئة والمياه والزراعة قبل الأسبوع يقول لدينا موارد مائية كافية ثم وفي تقرير قبل كذا حوالي الشهر أو العالم كله وحنا نعرف أنه حنا من أفقر عشر دول إذا كان عندك موارد كافية ليش وقفت الشاعير ليش وقفت زراعة القمح والشاعير والآن الأعلام هذا التناقض أيضا وزير زراعة سابق اللي هو المهندس الحصين الله يزا خير كان أو صرح أنه فيه المتر المكعم من المياه المحلة يكلف 17 ريال ثم قبل أظن في الأسبوع هذا يصرح وكيل الوزارة بأن المتر التحليه يكلف ريالين ونصف أبغى فهم يعلم حطونا على سكة قطار واضح عشان يمشى لها يعني فيه تناقضات طيب في الوقت أيضا اللي شوف التناقض اللي يوقفون القمح والشاعير وإلى آخره يتمددون في زراعة النخل لوصلنا 30 مليون نخلة نصف إنتاجها فائض يرمى وهو ما هذه كل تناقضات وهناك أمثلة كثيرة نعم أنا خليني بس دكتور احنا تكلمنا مرة عن النخيل لما تكلمنا عن التشجير وهنا بس في شاب سعودي إن شاء الله يعني استضيفه يوم عمل يعني معادلة أو ما نقول لاختراع أو مبادرة أنه في طريقة أنك تسقي النخل بس مرتين في الأسبوع وهذا في ترشيد المياه لكن هذا مو موضوعنا اليوم دكتور أنا بس خلني أنت رميت كذا انتقاد وكذا تناقض بالنسبة للوزارات الوزارة البيئة والوزراعة والمياه وتناقضات المسؤولين بهذا الجانب